رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعلان سبع شركات أمريكية رائدة في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أعلن احترمه التزامها بتقليل مخاطر هذه التكنولوجيا وتطويرها بشكل سلمي بما يخدم مصلحة الأمن القومي الأمريكي والأمن والسلام العالميين وأضاف الرئيس الأمريكي أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تتطور بشكل غير مسبوق وأنها حتما ستؤثر على حياة الكثيرين من الشعوب حول العالم تخطيها الاصطناعي لأمريكية مستوى الأمريكي لأنهم يتمكنونها بالإعجابة في تجربة وقاعدة وأنهم يتمكنونها بالتجربة والأمريكي وأنهم يتبعوا بأسطناعي وأنهم يتبعوا بأسطناعي